طائرة الكونكرد الفرنسية الإنجليزية ذات الضجيج الذي ينتج من طيرانها والآلات المستخدمة فيها فصوت ضجيج العادم النافذ لها يصبح عاليا صاخبا شبيها بالرعد ولهذا السبب فإن مثل هذه الطائرات السريعة يمنع طيرانها فوق الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة فوق صوتية وقد تبين أن الضوضاء الشديدة لهذه الطائرات لها أضرار خطيرة تأخذ سلاف مراحل الأولى ضعف في السمع لفترة محدودة ثم يعود لحالته الأولى بعد دقائق أو ساعات وهذا ما يحدث للذين يتعرضون لضوضاء عالية لفترات محدودة داخل المصانع والورش والأماكن شديدة الجحام والثانية ضعف مستديم في السمع لا يستطيع معه الإنسان سماع الحديث الخفيف أو الهادئ وهذا ينشأ نتيجة التعرض اليومي المستمر لضوضاء عالية والثالثة يحدث عندها الصمم الكامل المستديم وذلك نتيجة التعرض اليومي المستمر لسماع صوت عال مدون مفاجئ مثل أصوات الإنفجارات والقنابل والمدافع حيث إنه في هذه الحالة تثقب طولة الأذن أو تنكسر أضيماتها أو تتلف الأعصاب الحسية